اهلا بكم حبايبي اشكركم على وصولي 5000 مشترك ربي يحفظكم جميعا وان شاء الله تكبر العائلة نحو الميت ألف اتمنى كل فيديو انشرة تشاركوا لاصدقائكم واللي ما مشترك بالقناة يشترك بالقناة ويفعل الجرس حتى يوصلكم كل فيديو جديد بإذن الله تابعوا وياي الفيديو حدد مستشار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حسن فرحان جنسية المدرب الجديد لمنتخب العراق والذي سيتولى قيادة المهمة في الاستحقاقات المقبلة بذل المدرب الوطني عبدالغني شهد وقال حسن فرحان في البداية لابد التأكيد على المدرب المقبل للمنتخب الوطني لن يكون محليا التوجه دائرة منظومة اتحاد كرة القدم مع إصناد المهمة لإسم أجنبي يملك خبرة كافية للمنطقة العربية والقارة الآسيوية وعلا يتجاوز عمره فوق الستين عاما وزاد آلية تسمية الكادر الفن الجديد تتم بالتشاور بين لجنة المستشارين في الاتحاد والمدير الفني الإنجليزي جون ويتل ومن بعدها تورسل السيارة الذاتية المرشحة للمكتب التنفيذي للاتحاد لاختيار المدرب الأسطح للكرة العراقية وسيتم وضع فقرة التواجد في العاصمة بغداد شرطا أساسيا ومتابعة منافسات الدولة العراقي الممتاز وكشف قائد المنتخب العراق الأسبق أن ثلاث مدربين أجانب يمثلون مدارس كروية مختلفة هم الأقرب لقيادة منتخب سود الرافدين مشيرا إلى أن جنسية الأسماء الثلاثة بورتغالية وإسبانيا وأرجنتينية رافضا للإفساح عن المزيد من التفاصيل يعني أعتقد كيروش هو من ضمنهم وختم حسن فرحان حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي للكادر الفني الجديد لمنتخب بلده سيكون العمل على التأهل إلى نهايات كأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية لتعويض فشل الوصول إلى مونديال قطر المقبل مدافع منتخبنا العراقي مصطفى ناظم بدأ بالبحث عن فرصة مع فريق آخر بعد التأكد بشكل رسمي هبوط نادي النجم إلى دور الدرجة الثانية البحريني وذلك باحتلاله المركز الأخير من عشر فرق وعدم تحقيقه إلا فوز وحيد من 17 مباراة طبعا خطير مصطفى ناظم ما عند حفظ كان بالديوانية دق خسار واحتماله بالدرجة الثانية طلع وراح للنجم البحريني النوب النادي هبط هذا الفيديو أحب أشكركم على تفاعلكم بالقناة اشترك بالقناة تفاعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كاما معكم أنس في عمال الله ننتقل في الفيديو جديد